اليوم الهيئة اسيرة الوزارة العمل المنشور منشور هيئة ما تقدر تنشئ إلا بموافقة وزارة العمل شنو وفروني اليوم كرسو وفروني نسمع توزيع مليون سلة غذائية لذول عاقة اسسل اي واحد من ذول عاقة ذا مستلم سلة غذائية قروض ميسرة ومشاريع قروض المشاريع بإمكانكم فتح مشروع هذا موجودة لا موجودة هذا صديقي الحشية تنالي لو ما حشية أنا أتكلم وياك استلمت قطعة أرض على ضحاء الإرهاب الطونية أفوق من نهروان 20 كيلو أكون مقبرة مع الأطفال وراء المقبرة أرض مهجور ماما فروزة يستلمي منك سند فقط بمليون وأنا ماخذين عندي 940 ألف صارة مليونين صارة مليونين والقطعة ماما فروزة لا تقدر تبني وتقول لك قطعة الأرض مات تقول لك هاي بالصحراء يابا وين بالصحراء ما أدري هاي الوفرة ليا عرباني أنا أشتري بفلوسي قلت اليوم تقول لي راتب راتب هاي ستوي عاقل جهد راتب 125 ألف اليوم أنا روح المستشفى أهلي إذا أخذ مفرص سعر 150 ألف ويني شنو نوفروا إلي شنو نوفروا إلي أردع عرفوا سلات غذائية نسبع بي ماكو عرباني متروسة الوزارة المتروح مندري شنو نوفروا إني ماكو واحد شخصي يمثلكم بال مايجز ستارة ما يمثلني يعني اليوم أسأل ليش ما يمثلكم إذا تم قاعدين بابا ما يمثلني أتم هسه أتم قاعدتكم هنا على رئيس الهيئة لو على من هو قاعدين أسر دفتهم ما طلبنا الأول واخر استقلالية الهيئة بالقانون الهيئة أسيرة أسيرة بدل وزارة ما يشور ما يقدرون يشور إلا وزارة الهيئة قسم بالوزارة الهيئة بالقانون قانون 38 الهيئة مستقلة إداريا وماليا فقط حبر على ورق فقط حبر على ورق الآن كل شيء حتى سل الشمول اللي هاي نقلوه من الهيئة بيجي الوزارة سبيل مكتب الوزير الهيئات الموجودة بالعراق هي مرتبطة بمجلس الوزارة أو بمجلس النواب أو رئاس الجمهورية إلا هيئة ذوي العاقة هيئة ذوي العاقة مرتبطة بوزارة العمل وهي مخالفة قانونية لأن ماكم العراق هيئة مرتبطة بوزارة الارتباط تكون بالرئاسات الثلاثة